بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الحضور الكريم نشرف اليوم بافتتاح سيادتكم لمجمع مصانع تركيز وفصل المعادن الاقتصادية السقيلة المستخرجة من الرمال السوداء بمنطقة البرولوس بمحافظة كفر الشيخ تتواجد رواسب الرمال السوداء على ساحل البحر المتوسط في المنطقة من أبو قير غربا وحتى رفح شرقا وعلى ساحل البحر الأحمر من جنوب مرسى علم حتى جنوب برنيس وكذا ببحيرة ناصف تم إعداد دراسة جدوى متكاملة للمشروع مكودة من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين وهي شركة روش ماينينج الأسترالية واستغرقت دراسة الجدوى ثلاث سنوات تضمنت دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع دراسة تقييم الأثر البيئي الدراسة التسويقية دراسة احتياط التعدين وخالصة الدراسة الاقتصادية إلى أن المشروع زوج جدوى اقتصادية عالية وجاذبة للاستثمارات يهدف المشروع إلى تركيز وفصل المعادن الاقتصادية المستخرجة من الرمال السوداء بالتعاون مع الخبرات الأجنبية وهيئة المواد النووية لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لهذه التكنولوجيا إقامة مجمعات صناعية جديدة حيث تمتلك هذه المعادن طيفاً واسعاً من التطبيقات الصناعية بالإضافة إلى قابلياتها للمعالجة ومن ثم تعزيم القيمة المضافة لخلق كيانات صناعية عملاقة تحقيق عائد اقتصادي وتوفير العملات الأجنبية من خلال تغطية احتياجات السوق المحلي من المعادن واستغلال الطلب العالمي المتزايد لتصدير السفائد بالإضافة إلى توفير خمسة آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالمحافظات الواقع بنطاقها المشروع ينتج المشروع الذي نشرب بافتتاح سيادتكم له اليوم العديد من المعادن الاقتصادية الهامة والتي تدخل في العديد من الصناعات الاستراتيجية مثل معدني الألمنايت والروطيل وهما مصدراً رئيسي لإنتاج معدن التيتانيوم والذي يدخل في الصناعات الاستراتيجية الهامة مثل صناعة هيكل الطائرات السواريخ الغواصات مركبات الفضاء والأجهزة التعويضية وكذا إنتاج ساني اكسيد التيتانيوم والذي يستخدم في تصنيع الضهانات الأصباغ الورق الجلود المطاط المنسوجات السياخ اللحام وكذا المستحضرات الطبية معدن الزركن ويدخل في صناعة استراميك الأدوات الصحية الزجاج سبائك المواتير تركيبات الأسنان تبطين الأفران وتبطين قلوب المفاعلات النووية معدن المجنطايت ويدخل في صناعة الحديد الإسفنجي حديد الظهر عالي الجودة الخرصانات التي تنحمل ضراجات الحرارة العالية الأسمدة المعدنية كما يستخدم في إزالة ملوحة التربة معدن الجارنت ويدخل في صناعة أحجار الجلخ أو رأي الصنفرة فلاتر المياه قطع الرخام والجرانيت بضغط الهواء والمياه وأما معدن الزركن فيعتبر مصدراً رئيسياً للعناصر الأرضية النادرة التي تستخدم في صناعة الرقائق الإلكترونية المستخدمة في الصناعات عالية التقنية مثل الهواتف الزكية والسيارات التي تعمل بالكهرباء ومصدراً سانوياً للسيريوم واليورانيوم يعتبر التعديل في العديد من الدول هو المصدر الأول لصرواتها وقوة اقتصادها فهو لا يحتاج إلى مواد خام بأهزة التكلفة كالصناعات الأخرى بل يحتاج إلى التخطيط السليم لتعظيم العائد والفوائد من الموارد الطبيعية وإدارة هذه الموارد بطريقة اقتصادية سليمة تم تأسيس الشركة المصرية لرمال السوداء كشركة مساهمة مصرية وبمساهمة كل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية هيئة المواد النووية بنك الاستثمار القومي محافظة كفر الشيخ وكذا الشركة المصرية للسروة التعدينية هذا المشروع الحلم الذي أصبح واقعاً على أرض مصرون الحبيبة هو نتيجة جهد عظيم وتحدي كبير للحصول على هذه التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في الاستخراج والفصل ونتيجة لمتابعة سياداتكم المستمرة منذ تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء وخلال جميع مراحل المشروع اليوم وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم سياداتكم المستمرة أصبح الحلم الذي كنا نتمنى تحقيقه منذ عقود طويلة حقيقة تنطرى النور في جميع مواقع الشركة بكل من البرولوس غليون رشيد ضمياط والمنزلة مكونات المشروع يتكون المشروع الذي نشرب بإعطاء سياداتكم إشارة بدء الانتاج له اليوم بمنطقة البرولوس بمحافظة كفر الشيخ من مجموعتين من المصانع المجموعة الأولى وتتكون من الكراكة تحيا مصر من إنتاج شركة دامن الهولندية بطاقة إنتاجية 2500 طن ساعة يليها مصنع التركيز العائم لاستقلاص ركواز المعادن الاقتصادية السقيلة من الرمال السوداء بمعدل إنتاج 158 طن ركاة ساعة وتقع المجموعة الأولى من المصانع بمحاذاة الطريق الدولي الساحلي وساحل الأب بحر الأبيض المتوسط وفي المنطقة المحصورة بينهما وعلى مسافة 12 كيلو متر شمال غرب بمجمع مصانع الفصل المجموعة الثانية مجمع مصانع الفصل والمتواجدين به الآن ويشتمل على الآتي مصنع الإعداد والتغذية وإنتاج المغنيطيت بطاقة 12 ألف طن عام مصنع الألمنيت بطاقة 298 ألف طن عام مصنع الزركن بطاقة 25 ألف طن عام مصنع الرطيل بطاقة 11 ألف طن عام مصنع الجرنت بطاقة 23 ألف طن عام مصنع المنزيد بطاقة 145 طن عام محطة تحليل المياه لصالح العملية الصناعية بطاقة 4200 متر مكعب يوم محطة كهرباء بقدرة 75 ميجا واط تحتاج العملية الصناعية منها لـ 20 ميجا واط والباقي لدعم الشبكة القومية هذا بالإضافة إلى مجموعة معامل حديثة ومتطورة لمراقبة الجودة بداية من تحليل المواد الخام مروراً بجميع مراحل الإنتاج المختلفة وصولاً للمنتج النهائي وقد تم تجهيز هذه المعامل بأحدث وأدق أجهزة التحليل والقياس في هذا المجال وذلك لضمام مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية العالمية وفي إطار الاهتمام العالمي بالأثر البيئي تضمنت دراسة الجدوى للمشروع دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع بواسطة واحدة من كبرى الشركات التقييم البيئي في العالم والتي أشرت إلى أن المشروع له آثار بيئية إيجابية وتم الحصول على جميع الموافقات البيئية اللازمة بما يتوافق مع قانون البيئة المصري أما في مجال الحكمة والتحول الرقمي فقد تم تزويد الشركة والمصانع بأحدث التقنيات التي تتمشى مع متطلبات العصر وتناسب التطور الهائل في التعامل مع البيانات حيث يتم تشغيل جميع المصانع آلياً عن طريق غرف التحكم والمراقبة كما تم إنشاء مركز للبيانات لخدمة إدارات الشركة والمصانع وتطبيق منظومات إدارة موارد المؤسسات إي آر بي ساب ولضمان تحقيق أعلى قدر من الجودة والكفاءة تم إسناد إنشاء المشروع لكبرى الشركات والمكاتب الاستشارية المتخصصة في هذا المجال عالمياً ومحلياً بالإضافة إلى العديد من الشركات العالمية والمحلية التي شاركت في أعمال التوريدات والتركيبات وما كان لهذا النجاح ليتحقق إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ثم بجهود وعرق رجال الشركة المصرية للرمال السوداء الذين يعملون ليلة نهار بكل وفاء وإخلاص لوطنهم ولشركتهم وفخرهم بكونهم النواهي التي بدأت بهم هذه الصناعة التي كانت حلماً فأصبحوا واقعاً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي وامر فانت